بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حرم أبنائنا من الدراسة والاجتهاد في العلم فقد أصبحوا أبنائنا نموذجين يشكلون ظلم النظام فالبعض قتل واستشهد وترك مكانا خاليا في مدرسته وصفه والبعض باتوا مظلومين قابعين في سجونهم المظلمة فكيف يرحب طفل من دراسته ويعتقل وهو لم يتجاوز الثامن عشر من عمره ولكن قيودهم ستكسر بإرادتهم وإصرارهم على العلم وسيتحقق النصر بهم وبشهدائهم فإبني الشهيد كان في كل عام من عمره ينتظر العام الدراسي الجديد بشغر وكان يجاهل من أجل العلم قتل إبني وأصبح شهيدا وهو في المرحة العدادية كان دوما ينتظر يوم تخرجه من العدادية لأجهب للثانوية ولو شاء الله له أن يكون بيننا في هذه الدنيا لكان هذا عام تخرجه من المرحة الثانوية ولكن شاء الله له بأن يكون من الأحرار الذين سيخلدهم التاريخ وبات شهيدا وشاهدا على ظلم النظام أنا كأب الآن أتمنى أن أرى ابني سيد أحمد أمام عيني وأفرحه بنجاحه كباقي الأبناء ولكنه مختار النجاح بالشهادة الكبرى والفوز بالسعادة الأبدية والاستشهاد في سبيل الله والوطن ولله الحمد يا ربي على نعمة كانت له أمني وليستفر على أفراق ابن عاف الحياة لكي يفوز بالشهادة وفي ختام كلمته أرسل تحياتي للشعب الصابر المضحي من أجل عزته وكرامته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والد الشهيد السعيد قاسم الشهداء سيد أحمد شمس